أمن تعالى أيها الرب ياسوع أمن تعالى قولوا بنشتاقت للربع منتظرينك بحسب وعودك منتظرينك بحسب وعودك قلت سأأتي سريعا أمين قلت سأأتي سريعا أمين أمن تعالى أيها الرب ياسوع أمن تعالى قولوا بنشتاقت للربع أمن تعالى أيها الرب ياسوع أمن تعالى قولوا بنشتاقت للربع منتظرينك بحسب وعودك منتظرينك بحسب وعودك قلت سأأتي سريعا أمين قلت سأأتي سريعا أمين بسم الأب والابن والروح القدس الإلهي الواحد أمين سفر الرؤية إصحاح 2 من آية 6 بركاته فلتكن معنا أمين ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال النيقولويين التي أبغضها أنا أيضا من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنيس من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله أكتب إلى الكنيسة سمرنا هذا يقوله الأول والآخر والذي كان ميتا فعاش أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع إن غني وتجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به هو زى إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق عشرة أيام كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنيس من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني أمين تعالى أيها الرب يسوع والمجد لإلهنا دائما أبديا أمين مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة أهلا بكم في برنامج الوقت قريب وقريب قريب جدا بدأنا من المحاضرة اللي فاتت عن ما هو كان يعني خلصنا مكان في الإصحاح الأول من سفر الرؤية وبدأنا ما هو كائن اللي هو سفر رسالة الرسالة إلى كنيسة أفاسوس قلنا عشان أذكركم باللي فات إن السبع كنيس هم كنيسة واحدة بس هتمر بسبع مراحل بدأنا المرحلة الأولى اللي هو عصر الرسل مرحلة أفاسوس وكلمة أفاسوس يعني محبوبة أو مرغوب فيها وده اللي انطبق عليها القول أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة لما بدأ في السبع كنايف بدأ بالصفة اللي قال فيها إنه هو ممسك السبع كواكب في يمين وخلي بالكم مش قال ممسك بالكوكب بتاع أفاسوس لا السبع كواكب يعني المسيح يسوع ماسك خدام الكنيسة في السبع مراحل مرحلة المحبوبة مرحلة الاطضاع الاضطهاد مرحلة البدع والهرتقات القسامات ظهور البروكستانتية المحبة الأخوية الارتداد السبع مراحل هو ممسك بالكواكب في يمينه ومدام ممسك بالكواكب في يمينه يعني الكنيسة هتشهد للمسيح رغم ما تقابله في السبع مراحل منظور لكن ما قالش الممسك بالسبع المناير قال الماشي في وسط المناير الزهبية وكلمة يمشي في وسطيها يعني من هو بيمشي في وسطيها لكن هي ممكن تبتعد عنه عشان كده في أفاسوس نلاقيه في وسطها وسط المناير لكن في لأودوكية نلاقيه واقف على الباب في الخالق وكلمة زهبية يعني المفروض تشهد ليه يا أحباي هنا وقفنا عند أنه قالها لي عليكي مدحها الأول بعد كده ابتدى يحذرها وبعدين قالها ليه عندك كمان أنك تبغض أعمال نيكولاويين ايه معنى كلمة نيكولاوس نيكولاوس يعني يسود على الجميع أكتر حاجة يكرهها ربنا السيادة كنيستنا كنيست ابوه وبنوه مش كنيست عبيد وسادة فكينيكولاوس يعني من يسود على الكل من يسود على الكل اللي هو يا تعالى عشان كده كنيستنا علمتنا أن اللي مسكين خدمة ما هماش أسياد اللي مسكين خدمة خدام البابا لما يقف يقرأ التحليل يقول عبيدك خدام هذا اليوم المطرنة الأسقفة القمامسة القسوسة الشمامسة الشعب وضعفي يعني كلنا خدمين من أراد فيكم أن يكون عظيما فليكن خدام للجميع فالكنيسة الأولى بدأت بأنه يبغض أعمال النقلوية أعمال النقلوية هتصهر بعد كده في سياتيريا مين رئيس الكنيسة مين الرئيس الأعظم الكاسولك ولا الأرثوديكس وهنشوف الكلام ده كله لكن دي النقلويين دول ظهروا في التلاميذ والمسيح على الأرض لما ابتدوا يتخنقوا مع بعض مين الأعظم فيهم مين الأعظم فيهم المسيح يسوع جاب طفله وقال بصوا للأطفال من أراد أن يكونوا فيكم عظيما فليكن خدام للجميع ما تعملوش زي أهل العالم السادة هم من يسودونهم لكن خليكم خدمين حطوا نفسكم تحت رجلين أولادكم وخدامكم أولادكم وخدامكم ومخدميكم هيحطوكم على رؤوسهم لكن عندك هذا أنك تبغد أعمال النقلويين التي أبغطها أنا أيضا يعني ربنا يكره التعالي يكره التسامح مهما وصل الدرجة أوعد تسن في نفسك أنك أنت أعظم من الكل فيش أكتر من إليا النبي الناري إليا النبي الناري راح قال لربنا قتلوا أنبياءك على بان إسرائيل وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي محدش بيعبدك غير أنا والباقي كله أي كلام عارفين ماذا قال له الرب قال له اذهب امسح عليشع ابن شفاق نبيا مش معاك عوضا عنك يعني إيه يعني أنت خدمتك انتهت مدام قلت أنا وحدي يبقى خدمتك انتهت مدام قلت أنا حاجة والناس حاجة يبقى الخدمة انتهت نقلاؤس اللي يقول له لست مسل باقي الناس الظالمين الزناه القطاه الله يكره التعالي يا أحبائي من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنيس خلي بالك هنا من له أذن لو أريت الأناجيل الأربعة تلاقي يقول له من له أذنان للسمع فليسمع في الأناجيل الأربعة من له أذنان لكن في سفر الرؤية من له أذن طب دي لها دلالة أه أصل الإنجيل للأناجيل الأربعة موجهة للبشر على الأرض اللي لهم ودنين ناس هتقبل وناس هترفض رسالة الإنجيل مش الكل هيقبلها من له أذنان لكن سفر الرؤية ده سفر سماوي اللي الودنين اتنين يبقوا ودن نعم واحدة يعني مثلاً إحنا لنا ودنين فينا النعم وفينا اللاء لكن المؤمنين الحقيقيين لهم ودن واحدة فيهم النعم وفيهم الأمين زي المسيح يسوع فيه النعم وفيه الأمين كلمة أذن يعني الودنين تحولوا الودن واحدة دي تقلقاه ودي تقلقاه فلما الكلام يدخل من اليمين تقلقاه ويدخل من الشمال تقلقاه يصطدموا بعض وينزلوا في القلب تحته أقوله خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس لأن عهد الرسل في العهد الأول أنا في الإصحاح الأول المسيح الثاني الروح القدس عهد النعمة لا أترككم يا تاما أرسل لكم معزين آخر الروح القدس نزل يوم الخمسين وهيبضل في الكنيسة ومع الكنيسة لغاية ما يجي المسيح يأخذ كنيسته الروح والعروس الروح اللي هو العروس الكنيسة والروح القدس يقوله أنت عالا لأن مش ممكن الروح القدس هيفرق الكنيسة قاعد معاها وهيطلع معاها عشان كده بيقول ما له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنيسة في حاجة كانت تلاحظها الكنيسة الأولى والتانية والتالتة يقول ما له الأذن وبعد كده يقول المكافأة أما من أول الرابعة للآخر يقول المكافأة وبعدين يقول ما له أذن يعني كأن بيقول الكنيسة اللي بتسيد فيها الروح سواء كان في عصر الرسل أو في عصر الاستشهاد أو في العصر اللي ظهرت في البدعة والهرتقات كانت الأذن كلها متاجها لله عشان كده كان بيقدم لهم كل المكافأات الثلاثة طيب إيه هي المكافأة؟ من يغلب؟ من يغلب إلا الذي يؤمن بأن المسيح هو ابن الله هذه هي الغالبة فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله وسط يعني مركز وكلمة شجرة الحياة هي يعني يرجع للفردوس اتفتح الفردوس لأن في الجنة كانت شجرة الحياة ولما اتطرد الإنسان من الجنة اتحرم مش من الجنة اتحرم من شجرة الحياة ما قال لي قال لي يا مد يده يأكل من شجرة الحياة هي يحيى في الخطيئة إلى الأبد لكن يأكل من شجرة الحياة يعني يشبع بالمسيح ولذلك الأسرار السبعة بتاعتنا في العالم الآخر السر الوحيد اللي هيستمر السر هو سر التناول الشبع بربنا سر المعمودية مفيش في السمة معمودية لأن مفيش ولادات ثانية هناك سر الميرون مفيش هناك ثابت وغير ثابت لأن هنبقى ثابتين على طول سر التوبة والاعتراف مفيش هناك قطية عشان نعتربيها سر مسحة المرضى مفيش هناك مرض سر الزواج مفيش هناك زواج لا يزوجون ولا يتزوجون سر الكهنوت هنبقى كلنا حوالين المسيح لكن سر الشبع أي نعم إحنا دلوقت بنشبع بربنا عن طريق سر التناول في الفردوس يشبع بربنا بطريقة تانية في الأبدية يشبع بربنا بطريقة تالتة بس داود النبي شاور على حاجة تشاور على الشبع عارف يقول إيه؟ أجبع إذا استيقصت بشبهك يعني بمجرد مسحة وشبهك يجي قدامي أنا أجبع طب دا شبهه لكن لما يكون هو يبقى دا الشبع الكامل لأن اسمه دهن المهراق لذلك أحبته العزارة من يغلب فساطية أن يأكل من شجرة الحياة شجرة الحياة اللي هو المسيح اللي تعلق على خشبة الصليب نشبع بيه وقال أنا كما أن الآب له الحياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أن تكون له الحياة في ذاته واللي يؤمن بيه لا ينتقل من حياة من الموت لا ينتقل من حياة الموت بل ينتقل من الموت إلى الحياة وبعدين يثبت فيه إلى الأبد دي المرحلة الأولى ناخد مع بعض الكنيسة رقم اثنين إلى الكنيسة في سمرنا كلمة سمرنا يعني مر عصر الاستشهاد اكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا يبقى الأول ملك أفاسوس سمرنا هي المر الضيقات هذا يقوله الأول والآخر ليه هنا بيقول الأول والآخر كلمة الأول يعني هو اللي يقول الكلمة الأولى وكلمة الأولى هي اللي هتتنفس في آخر حاجة أصلي فيه كلام هيصدر فيه أباطرة وهذكر لكم بعد شوية عشر أباطرة في عهد الاستشهاد وده أطول عهد كان 300 سنة بدأ باستفانوس وانتهى ببطرس خاتم الشهداء وده كان عصر الاستشهاد طلعوا أباطرة كل واحد من الأباطرة يصدر فرمان ضد المسيحية واللي بعده فرمان ضد المسيحية يقولوا اللي يقولوه بس أنا الكلمة الأولى والأخيرة بتحتي هذا يقولو الأول والآخر منزل الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به مين اللي يقول دا ويكون ورب ما أمرش به هذا يقوله الأول والآخر وبيطمنك طب لما الأول والآخر بتخلي كلام الأباطرة يقتلونه ليه ويصفكوا دمنا ليه طب من السفك دمي عشان كده يقولك ايه الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش خلي بالكم مشال الذي كان ميتا فقام لا هو لما مات قام لكن مات عشان احنا نموت معاه وعاش عشان يعيش فينا نحن من أجل نموت طول النهار ونعيش لا نحن بل المسيح يعيش فينا أحيالا أنا بل المسيح يحيى فيه ليه بيقول أنا ليه الكلمة الأولى والآخرة نقف نسأله طب لما ليك الكلمة والآخرة نيرون لما قال تقطع رقبينه وتقطعت رقبينه وموتنا ومالفين كلمتك الأولى والآخرة ألطم نموت إذا كانوا قد فعلوا بالعود الأخضر هكذا فكم وكم بالعود اليابس اتكنوا اصطهدوني هيتطهدونك لو كانوا قبلوني كانوا هيقبلوكم لكن انتو تعرفوا انه بيبغضوني يعني تفتكر انه يبغضوني ويحبوكم لانتو العود اليابس وانا العود الأهضر وفعلوا بي كده لا إن لم نتقلم معه لا يمكن أبدا يا أحبائي أن نمجد معه هذا يقوله الأول والآخر والذي كان ميتا فعاش يعني لما أنا أموت أو استشهد المسيح عاش فيا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا حتى بدون استشهاد من أجلك نمات طول النهار تموت أيوة ميت بس عايش عايش المسيح وبظهر المسيح في حياتي أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك في هذا العصر كان اللي يثبت أنه مسيحي يقتلوه ومش بث ويرموا أولاده في الشارع ويستولوا على بيته وممتلكاته أولاد الشهيد يباتوا في الشارع ما يلاقوش غطى يتغطوه الناس تلملهم وتجمع لهم اللي قلبي يلاقي فيه حسنا أمور صعبة جدا ارجعوا لكتب التاريخ وشوفوا كانوا بيعملوا إيه في المسيحيين لحق المتنيح البابا شنودة لما يقول كم قسط ظلمه عليك كم سعى الموته إليك كم سودنتي باضطهادات وشوكي ألام رهيبة أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك ضيقتك في الاضطهاد والسجن والأتل والبهدالة والرميل وحوش وبعد كده مش بس كده ياخذوا كل ممتلكاتك وعيالك يعيشوا في الشارع وأولاد الراجل اللي كان يمتلك وعايش ومستور بقوا في الشارع فقراء بيشحت ومش لقين اللقمة يكلوها أنت عارف يا رب عارف خلاص مدام أنت عارف أنا قابل إذا كان فقري يمجدك أهلا بالفقر وإذا كان مرضي يمجدك أهلا بالمرض وإذا كان موتي يمجدك أهلا بالموت ينبغي أنك أنت تزيد وإني أنا أنقص أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك خلوا بالكم جملة جميلة مع أنك غني يا أيوة غني غني إزاي أصلا أنت خسرت الأمور المنظورة لكن كسبت الأمور الغير منظورة الأمور المنظورة دي ما تنفعش ماذا ينتفع الإنسان لو ربح الدنيا كلها وخسر نفسه لكن أنت أوجدت نفسك أنت غني بيئت وارث مع المسيح ورث مع المسيح طب والتركة دي قد إيه اللي أنا هورس فيها دفع عليه كل سلطان مما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض ياه مع أنك غني لحق أبو لس الرسول ما قالش إحنا أغني يا أبو لس لا أن نحن فقراء ولكن نغني كثيرين كأن لشيء لنا ونحن نملك كل شيء إيه معنى كلمة فقراء ونغني يعني يعني عايشين بالكال دخلنا على قدنا لكن ربنا استخدمنا أن نفتح بيوت ناس كتير ونقف جنبهم ونحللهم مشاكلهم وندفع لهم بالألاف جبتوا منين من عنده أنا مملكش الهدمة بتاعته من عنده هو مع أنه الغني بنملكش كل شيء أيوة طبعا إن ملكت المسيح أنت ملكت كل شيء وإن ملكت العالم وخسرت المسيح أنت خسرت كل شيء خلي بالك في الملك الملك رقم اثنين بيقول له أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني الملك نمرة سبعة اللي هو إحنا في أيامه لأوذوكية الشعب المرتد يقول أنا غني وقد استغنيت المسيحية غنيت والكنيسة بقى بيدخلها بالألافات يقول له أنت الأعمى والفقير والعريان والبائس البابا ليون بابا الكاتوليك لما بنى الكنيسة بتاعت سان بيتر كلفت ملايين ولما جمف تتحوها وقف ألقى خطبة عارفين البابا ليون قال إيه قال له تعالى يا بطرس الرسول شوف الكاتدرائية بتاعتك لقد مدى الزمن الذي قلت فيه ليس ليه فضة ولا ذهب كان قاعد القديس خلي بالك في قافسس يقول لك إيه القائلين أنهم رسل وليس رسل هنا بقى تجديف القائلين أنهم يهود أتار اليهود دخلوا واعتمدوا بقوا مسيحيين عشان يغروا المسيحيين ويدخلهم لليهودية لما فشلوا في كنيسة قافسس وظهروا على حقيقتهم هذه معنى كلمة تجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهود بل هم مجمع الشيطان إيه معنى كلمة مجمع الشيطان مجمع بتاعهم مجمع السينهدريم واللي كان بيسود على مجمع السينهدريم الشيطان ولذلك وقف رئيس الكهنة وقال ينبغي أن يموت واحد ولا تهلك الأمة كلها وأخذوا قرار بقتل المسيح والشيطان منذ البدء قتالا هذه معنى كلمة مجمع الشيطان مجمع الشيطان اللي هم رفضوا المسيح وحتى بعد ما تصلب طلب منهم المغفرة لكن لم يؤمنوا به بعد قيامته بل أرسلوا سفارة لا نريد أن هذا يملك علينا عشان كده التجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهود هم مجمع الشيطان لا تخف البتة حط ميد خط تحت الحتة دي لأن عصر الاستشهاد هيفضل لغاية آخر الأيام لغاية ما المسيح يجي أخذ كنستو وادكم شايتين في شهداء معصرين لنا كتير خرجوا وأعلنوا إيمانهم الكامل بالمسيح لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به فيه ألم جالك بس أنا بسمح به لأن إن لم نتألم معه لا يمكن أبدا أنه ما يتجد معه لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به حطوا نقطة الشيطان خد قرار حطوا نقطة هو ذا أبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ما هو السجن؟ سجن العالم الشيطان بيرمينا في سجن يا سجن الاضطهاد يا سجن الاستشهاد يا سجن الشهوة والنجاسة والدنس يا سجن الطمع ومحبة المادة والماديات هو يقطع كل الربطات اللي بتربطنا كل الأنفس يا رب المتضايقة أو المقبوضة عليها في عبودية مرة من إبليس الخطيئة المتسلطة عبودية وسجن العادات الردية عبودية وسجن الاضطهاد عبودية وسجن القتل كله لكي تجربوا وليه نجرب؟ عشان يظهر مجد المسيح فينا المسيح خرج في الحروب الأولى غالبا وهسيخرج فينا لكي يغلب فينا سيقوا أنا قد غلبت العالم جملة حلوة قالها وما قال لناش يا أحبائي سيقوا أنكم ستغلبون العالم احنا مش هنغلب العالم العالم أقوى مننا يعني ايه؟ يعني أنا عمري مغلب طب هم المين الغلب؟ هو بسيطة ألغي أنا المغلوب وأقبل المسيح الغالب وأقول أحيا لأنا بل المسيح سأخرج غالبا في ذاتي لا يوجد فيي شيء صالح بالمرة لما ألغي ذاتي اللي مفاش حاجة صالحة وأقبل المسيح أقول أستطيع أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني عشان يرجع عن القساوة بتاعته عشر ضربات وما نفعتش وبن إسرائيل إداهم عشر وصايا وما تم مهاش فالعشرة دي معروفة عارفين لما راح العبد عشان يخطب رفقه لإسحاق قال له لابان خليها تقعد عندنا عشرة أيام عشرة أيام يعني كأنه بيطلب منه أن يععدوا عشرة أيام مدة المسئولية في الضيافة العشرة دول لأن مر بعصر الرسل عشر أباطرة رومان اضطهدوا الكنيسة الأولاني نيرون فترة حكم نيرون من سنة 54 ميلادية لسنة 68 ميلادية جيه الإمبراطور اللي بعده اسمه دومتيان جيه سنة 81 ل96 ميلادية التالت ترجان جيه من 98 لمية وستاشر الرابع ماركوس أوريليوس من 161 لمية وثمانين الخامس سابتميوس ساويروس من 193 لمية وثمان السادس ماكسيميانوس الإمبراطور من 235 لمية وثمانية وثمانية السابع ديوسيوس من 249 لمية وثمانية ميلادية التامن فالريان من 253 لمية وثمانية ستين ميلادية التاسع أوريليان من 270 ل275 ميلادية العاشر والأخير ديقليديانوس من 284 ل305 الحداشر كان قسطنطين اللي انتشرت على أيده المسيحية كل الأباطرة العشرة دول أصدروا فرامنات بقتل المسيحيين بسي نيرون عشان يقتل المسيحيين يلفق له تهمة واللي بعده واللي بعده واللي بعده لكن آخر واحد ديقليديانوس رح نزل قانون إمبراطور روباني مجرد انك انت تبقى مسيحي تعدن وكل ممتلكاتك تتاخد مش يلفق لك تهمة وكان الدم والاستشهاد وأكبر بلد الدبح فيها مؤمنين هي مصر عشان كده أشعيع يقولك ويكون مسبح في وسط أرض مصر مسبح يندبح اللي قدموا دماءهم من أجل اسم المسيح عشان كده بيقوله بيقوله كده على طول عشرة أيام ديق العشرة أيام وبعدين يقوله وصية حلوة كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة دي تتاخد بمعنين المعنى الأولاني كن أمينا للموت اللي مات المسيح من أجلك هو مات عشانك خليك أمين وموت عشانه مات عشانك لأنك بتحبه لأنه بيحبك وأنت موت عشانه لأنك بتحبه كن أمينا إلى الموت المتنيحة بنا بشي كامل راح مرة رحلة لدير القديسة دميانة في البراري فالمزبح فالمزبح بيتقدم عليه القدس جسد الرب ودمه وتحت المزبح المدفن بتاع القديسة دميانة وقف وقال جملة عجيبة قال يا جمال الحب المسيحة المزبح مدبوح من أجل دميانة ودميانة تحت المزبح مزبوحة من أجل المسيح إذا كان استرخص نفسه واستغلاك ومات من أجلك أنت برضو تسترخص نفسك وتموت من أجله وتقول مع بولس ونفسي ليست سمينة عني ده الإعلان المطلوب كن أمينا إلى الموت ده التفسير الأولاني كن أمينا إلى الموت اللي ماته والمسيح من أجلك هتأخذ إكليل الحياة طب والمعنى الثاني كن أمينا حتى لو موت لغاية آخر نسمى من حياتك خليك أمين لربنا امسك في كليلك لغاية آخر نسمى من حياتك وبعدين يقول من له أذن للسمع فليسمع ما يقول له الروح للكنيس قالها برضو قبل ما يقول الوعد طب ويهو الوعد من يغلب فلا يؤذيه الموت التاني من يغلب فلا يؤذيه الموت التاني إيهو الموت التاني عشان تعرف الموت التاني يبقى تعرف الولادة فيه اتنين ولادة وفيه اتنين موت فيه اتنين ولادة الولادة الجزدانية اللي قال اللي قال عنها داود بالخطية ولدتني امي فيه ولادة تانية قالها المسيح يسوع إن لم تولد من الماء والروح لا يمكن أن تدخل ملكوت السموات اللي تولد مرة حيموت مرتين واللي تولد مرتين هيموت مرة واحدة يعني إيه اللي تولد من أبوه وامه وما تولدش الولادة التانية هيموت مرتين موت الأول والموت التاني إيه الموت الأول خروج من جسد وويه الموت التاني إنه يتريم في البحيرة المت 죄 المتقدة في النار والكبري والكبري shake وهذا هو الموت التاني وده الصعوب يبقى الموت الأولين يخرج روحي من الجسد الموت التاني القاء في نار الجحيد لا يؤذيه الموت التاني يعني الموت الأول لا قتلوا جسده و لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ما حتى لو ما قتلش جسدك جسدك أساساً رايح للطراط يعني كل الناس استشهدت لا بس كل الناس ماتت وأجسادها تحولت إلى فساد وطراط و إحنا لابد أن الفسد يلبس عدم فساد لكن كلمة لا يزين موت الثاني يعني الموت الثاني ملهوش سلطان عليه هما كان لهم سلطان في الموت الأولاني إن حكموا عليها بالإعدام حكموا عليها يرموني للوحوش يولعوا فيها بالنار أهو دا الموت الأول لكن الموت الثاني ما ليش سلطان عليها حياة دي تدينا إن نحيا للمسيح خدنا المرحلة الأولى عصر الرسل وخدنا المرحلة الثانية عصر الاستشهاد ودي أصغر رسالة للكنايس السبعة ونحب الرب وعشنا المرة القادمة نتكلم على عصر البدع والهرطقات له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين